من يسمع يشكك ومن يرى يفكر ومن يعيش وسط الجائحة يصدق أما الجائحة فهي ولا شك الفساد وأما بيئتها المثلى فالجميع يعلم أنها العراق وأما المبتلى بها منذ سنين فهو المواطن العراقي فساد تجذر في صميم الدولة وأصبح ثقافة وظاهرة ووباء وآفة الدعوات لمكافحته هي ربما بقدم ظهوره والمسميات ذات المسميات لكنها ظلت متخلفة عنه بخطوات وظل هو يسبقها بتطور أشكاله وصوره باستمرار حتى بات غولا تصعب مواجهته إلى أن جاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي جعبته برنامج إصلاح ظن البعض أنه لن ينجح في فرضه كما حل مع سابقيه وراهنوا على فشله لكنه أي الكاظمي وبحسب المراقبين نجح في مجابهة الفساد حتى اللحظة وفي زمن قياسي من عمر حكومته ضربات موجعة وجهها الكاظمي إلى نحر الفساد ورؤوس حيتانه من خلال مواجهته مباشرة بخطوط دفاع متينة وفاعلة وضعها الكاظمي لاجتثاثه هيئة النزاهة الاتحادية واللجنة الدائمة لمكافحة الفساد ترفعان التقارير مجلس القضاء الأعلى يوجه بإلقاء القبض جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ والنتيجة حتى اللحظة مبهرة اعتقال شخصيات متهمة بالفساد في مؤسسات الدولة تتضمن وزراء ووكلاء وزراء ورؤساء هيئات استثمار ورجال أعمال والبعض الآخر قيد التحقيق وغيرهم ممنوعون من السفر لحين التحقيق في التهم الموجهة إليهم محللون سياسيون يرون أن خطوات الكاظمي هذه تقابل برفض كبير من قبل بعض الأحزاب والكتل السياسية ويؤكدون أن استمرار هذه الحملة سيكون محل دعم المواطن العراقي والمرجعية الدينية المعركة مستمرة وجولاتها في تصاعد مستمر فالفاسدون يحاربون بكل ما يمتلكون من وسائل ليستمروا في فسادهم ونهب ثروات العراقيين والحكومة برئاسة الكاظمي عزمة على مواصلة اجتثاث الفساد من جذوره والمبدء في هذه المعركة من وجهة نظر الحكومة المواطن الكبير هو الذي يدرك أنه أصغر من القانون والمواطن الصغير هو الذي يؤمن أنه لن يكبر إلا بالقانون